اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاعب مايوكا في عدة مناسبات حيث اتكب مافيو اخطاء عديدة لكن الحكم اكتفى بمنح بطاقة صفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول في المقابل طرد فيلان مندي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني بطاقة الحمراء المباشرة بدعوة دخل العنيف من الخلف على احد لاعبي الخصم ولم يتوقف الامر على ادحاد فقد ابداريا المضيد داشته من عدم اشار الحكم بتاقة صفا في وجه صانكوكوستا في الدقيقة الخامسة رغم تدخل العنيفة ضد قدمي فينيسي الجينيور كما اشار الحكم ان حكم قام بتوبيخ فينيسي في الدقيقة العاشرة لمجرد ان طلب الجماية في المدرجة بدعم الفريق اخي ما ان البازير طلب من الحديثة مع داريكا فخار بصفة قائد والمدرجة لان الحكم تجار الطلبة واستمر في تحديده